الصحراء ومواجهة اللوبياتي السفير العمراني يباشر مهمه في الاتحاد الأوروبي بعد تجربة معقدة في مسالك الدبلوماسية في جنوب إفريقيا يشرع السفير المغربي يوسف العمراني في مهمه على رأس المصالح المغربية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وعين الملك محمد السادس في الثامن عشر من أكتوبر 2021 السفير السابق للمملكة في جنوب إفريقيا يوسف العمراني سفيرا جديدا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي وأعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للدبلوماسي المغربي لمباشرة مهمه في عاصمة السبعة والعشرين دولة ببروكسيل وفق ما أكده الاتحاد الأوروبي في تصريح لهسبريس ولد العمراني عام 1953 في طنجة وشغل مناصب عدة منها وزير الدولة لشؤون الاتحاد المغاربي بين 1989 و1992 والقنصل العام في برشلون بين عامي 1992 و1996 كما شغل منصب سفير المغربي في كولومبيا وتشيلي والمكسيك الصيد البحري والاتفاق الزراعي سيكون السفير الجديد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع لوبيا تعمل ضد المصالح المغربية لا سيما فيما يتعلق بحماية الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب وأوروبا وبروتوكول الصيد البحري وقررت محكمة العدل الأوروبية في خطوة غير مفهومة إلغاء اتفاقية الزراعة والصيد البحري وهو الاتفاق الذي يمكن عددا من السفن الأوروبية من استغلال المياه المغربية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ورد الاتحاد الأوروبي والمغرب على الحكم بالتأكيد في بيان مشترك على أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما كما سيظلان مستعدين لام مواصلة التعاون وو توطيد الشراكة الأورو مغربية من أجل الازدهار المشترك بل وو تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الصحراء مفتاح الشراكات أمام الزخم الكبير الذي تعرفه قضية الصحراء لا سيما في بعض العواصم الأوروبية سيواصل السفير المغربي العمل على الحفاظ على المكتسبات المحققة واختراق عواصم أخرى حيث تشكل الصحراء أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمغربي وقال الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات وأمام هذا المعطى سيكون أي بناء جديد للعلاقات بين البلدين محكوما باعتبارات جيو استراتيجية ومتغيرات إقليمية عدة لا سيما بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء مشكل القاصرين لا تريد الرباط تأخير عملية ترحيل الأطفال القاصرين المغاربة المنتشرين في مختلف المدن الأوروبية عامة والإسبانية خاصة وهي بذلك تسعى إلى عدم ترك الفرصة للأوروبيين لاستغلال هذا الملف لا سيما مع عودة الدفء الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية وتحاول القوى الأوروبية إعادة الاتصال مع الجهاز التنفيذي في الرباط من أجل مواصلة العمل فيما يخص إرجاع الأطفال القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية وسيعمل السفير الجديد على التنسيق مع عواصم الدول الأوروبية من أجل تسريع عملية ترحيل القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية ومعروف أن الاتحاد الأوروبي يساهم في عمليات ترحيل القاصرين عبر مجموعة من الأشكال ترجمة نانسي قنقر